بسم الله الرحمن الرحيم من نمازج الدروس المرئية لمادة الكيمياء طريقة تحديد أقطاب الخلية الجلفانية الأنود والكاثود تعرفنا سابقا على أن الخلية الجلفانية هي أنظمة يتم فيها تحويل الطاقة الكيميائية إلى طاقة كهربائية من خلال تفاعلات الأكسادة والاختزال وأن أي خلية جلفانية تتكون من نصفي خلية نصف خلية الكاثود ونصف خلية الأنود أول وأهم خطوة لابد من أن نحدد من هو الأنود أو ما هي مادة الأنود وما هي مادة الكاثود يتم ذلك بعدة طرق نتخير منها بحسب المعطيات الموجودة في السؤال الطريقة الأولى إذا أعطى لنا جهود اختزال يقول السؤال خلية فلطية مكونة من نصفي الخلايا التالية نصف خلية النحاس ولها التفاعل سيو موجب 2 زاد 2 إلكترون يعطي سيو وجود الاختزال الخاص بها موجب 34 من 100 فولت ونصف الخلية الآخر له نصف التفاعل AL لموجب 3 زاد 3 إلكترون يعطي AL وجود الاختزال الخاص بها هو سالب 1.66 من 100 فولت واللحظة عايزة الطالب أن نصفية التفاعل أو المعادلات المعطاة هي نصفية تفاعل أو معادلات اختزال لأن الجهود المعطى هو جهد اختزال طالب المطلوب هو أن نحدد آنود وكاثود تلك الخلية علينا أن نقارن الأرقام المعطاة الخاصة بجهود الاختزال الخاصة بالمادتين وتطبيق القاعدة أن المادة التي لها جهد اختزال أقل تكون هي الآنود والمادة التي لها جهد اختزال أكبر تكون هي الكاثود نلاحظ أنه يحدث تفاعل الاختزال عند نصف الخلية الذي يملك أكبر جهد اختزال ويكون هو الكاثود إذن يكون قطب الكاثود هنا هو النحاس والذي يملك جهد اختزال موجة و34 من 100 وفي المقابل يحدث تفاعل الأكسدة عند نصف الخلية الذي يملك جهد اختزال أصغر إذن يكون الألمونيوم هو مادة الآنود ويملك جود اختزال أقل الطريقة الثانية من الرمز الاصطلاحي للخلية تعلمت أن الرمز الاصطلاحي للخلية يعتبر اختصار لكل مكونات الخلية وكذلك التفاعلات الحادثة عند كل نصف خلية من أنصاف الخلية الجلبانية يقول السؤال خلية بلطية لها الرمز الاصطلاحي التالي Cu سلاس Cu موجة ب2 قنطرة ملحية أو جسر ملحي هذه تمثل جسر ملحي EG موجة ب1 تعطي سلاش EG هذا هو الرمز الاصطلاحي الممثل لخلية الجلبانية عناصرها أو أنصاف خلاياها مكونة من النحاس والفضة المطلوب أن نحدد أنود وكاثود تلك الخلية كيف يتم ذلك عايزة طالب نحاول أن نستخرج من الرمز الاصطلاحي ما هو القطب الذي حدث له تفاعل أكسدة ويكون هو الأنود والقطب الذي يكون حدث له تفاعل اختزال ويكون هو الكاثود كما سنرى نلاحظ أن النحاس تحول من Cu وعدد الأكسدة الخاص به صفر إلى Cu كاتيون موجة ب2 أي أن عدد التأكسد زاد إذن في هذه الحالة يكون تفاعل أكسدة ويكون النحاس هو نصف خلية الأنود في المقابل في الطرف الآخر نلاحظ أن كاتيون الفضة يملك شحن EG موجة 1 تحول إلى EG0 أي أن جهد الاختزال قل وبالتالي حدث تفاعل اختزال ويكون الفضة هي مادة الكاثود الطريقة الثالثة يمكن من استخدام معادلة التفاعل الكلي إذا أعطى لنا في السؤال معادلة التفاعل الكلي يقول السؤال خلية فلطية تمثل بمعادلة التفاعل الكلي التالي 2CR زائد 3 زاد إن موجة ب2 تعطي 3 زاد إن زائد 2CR موجة ب2 المطلوب هو أن نحدد آنود وكاثود تلك الخلية ويكون المادة التي حدث لها تفاعل أكسدة هي الآنود والمادة التي حدث لها تفاعل للاختزال تكون هي الكاثود أن الكروم عدد الأكسدة له في المتفاعلات 0 تحول إلى CR موجة ب2 أي أن عدد التأكسد زاد إذن تكون هذه عملية أكسدة ويكون الكروم هو مادة الأنود وفي المقابل كاتون الخرسين زاد إن موجة ب2 في المتفاعلات تحول إلى زاد إن زرة الخرسين في النواتج التي لها عدد التأكسد 0 أي أن عدد التأكسد هنا قل أي أنه حدث تفاعل اختزال ويكون الخرسين في هذه الحالة هو الكاثود حيث أن نصف خلية الكروم هي نصف خلية الأكسدة وتعتبر الأنود أي حدث عندها تفاعل أكسدة بينما نصف خلية الخرسين هي نصف خلية الاختزال أي حدث لها تفاعل اختزال وأصبحت هي الكاثود يقول السؤال حدد نصف خلية الاختزال ونصف خلية الأكسدة في الخلية الفلطية المكونة من نصفية الخلايا التالية ثم أحسب جهد الخلية القياسي واكتب المعادلة النهائية وأعطي لنا أنصاف التفاعل FE موجة ب3 زائد إلكترون يعطي FE موجة ب2 وأعطي لنا جهد الاختزال جهد الاختزال الحديد بيساوي موجة ب77 من 100 فلط وكذلك أعطي معادلة نصف التفاعل الآخر NI موجة ب2 زائد 2 إلكترون تعطي NI وأعطي جهد الاختزال للنيكل سالب 25 من 100 فلط المطلوب أن نحدد نصف تفاعل الاختزال ونصف تفاعل الأكسدة وكذلك مطلوب أن نحسب جهد الخلية القياسي ونكتب المعادلة النهائية لابد أولا من أن نقوم بتحديد نصف خلية الأنود ونصف خلية الكاثود كيف يتم ذلك؟ تعانى بجهود الاختزال لحظة أن الحديد له جهد الاختزال الأكبر إذن يكون الحديد هو الكاثود حيث يحدث تفاعل الاختزال عند نصف الخلية الذي يملك جهد اختزال أكبر بينما النكل يملك جهد الاختزال الأقل سالب 25 من 100 فلط يبقى إذن يحدث تفاعل الأكسدة عند نصف الخلية الذي يملك جهد اختزال أصغر ويكون هو الأنود الخطوة السنيةxter يجب أن نزل عدد الإلكترونات في المعادلتين أي لابد أن تكون عدد الإلكترونات المفقودة تساوي عدد الإلكترونات المكتسبة في معادلة الحديد تتسب إلكترون واحد بينما في معادلة النيكل يوجد إلكترونين إذن لابد من ضرب معادلة الكثوت في أثنين أي أن نضرب معادلة الحديد بالكامل في أثنين حتى تساوي عدد الإلكترونات مع معادلة النيكل وكذلك لاحظ أن نصفية تفاعل هنا نصفية تفاعل اختزال لابد من أن يتم عكس معادلة الأنود لكي تكون معادلة أكسدة لابد من أن تعكس هذه المعادلة وتصبح كالتالي NI طعطي NI مجاب 2 زياد 2 إلكترون الخطوة التالية مطلوب أن نكتب المعادلة الكلية ويتم ذلك عن طريق جمع نصفية التفاعل وتكون معادلة التفاعل الكلي NI زياد 2 FE مجاب 3 طعطي 2 FE مجاب 2 زياد NI مجاب المطلوب الأخير هو أن نحسب جهد الخلية القياسي وتم ذلك باستخدام القانون والمعادلة أن جهد الخلية بيساوي جهد الاختزال نقص جهد الأكسدة أي أنه جهد الكاثود نقص جهد الأنود E سيل بيساوي 77 من 100 نقص جهد النيكل اللي هو نقص 25 من 100 يكون الجهد النهائي 1.2 من 100 فولت ولأن الجهد النات هنا يكون جهد موجب الإشارة إذن يكون التفاعل التلقائي وبهذا نكون وصلنا إلى ختام حلقة اليوم على أمل بلقاء في حلقات قادمة إن شاء الله